السلام عليكم ومرحبا بكم تمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله غدي نتشارك معكم في خقصات او مملحات عشرة كيجيو هالشاش ومقرمشين في نفس الوقت بعجنة واحدة غدي نحضروا منها اشكال متنوعة بنكهات مختلفة ووصفة اللي ناجحة بامتياز هي اللي كنخدم بها انا طلبيات والحمد يعني الكليين اللي كي ياخدوهم كي يعجبوهم كي يعودوا ويطلبوه ماشي مرة ماشي نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتستفدوا معايا فيه ويالله نبدأوا بسم الله بسم الله بنسبة لطريقة ديالتحضير عندي هنا في واحد الان اقدرت 250 جرام ديال زبدة اللي تكون بحرارة ديال المطبخ انا هنا هنستعمل زبدة المارغارين انضيف عليها ستة ديال حبات من الجبن المتلت تقدروا يتطيروا جبن مربع وجب المتلت يعني ثلاثة هكا وثلاثة هكا المهم لكم الاختيار انضيف كذلك جوج محلق صغار من خليط ديالتوابل ديالجاج درت فاللول معلقة صغيرة ديالتوابل ديالجاج العاديين ومعلقة صغيرة من توابل ديالبسطيلة ديالجاج انتوما لما كان ش عندكم هالتوابل هادو تقدروا توضوهم بوحد جوج ديال الضامات ديالبنة لكن انا دائما كان فضل نسم العجائن او حتى في الطبخ بالتوابل و بالاعشاب المنسمة فرصة يبقى احسن بكثير من دوك الضامات من بعد الضفت معلقة كبيرة عامرة ديال الموطع معلقة كبيرة مسوحة ديال الملح و طبعا الملح يبقى على حساب الضوك و شوية دير السودانية مع شوية ديال الفلفل الحلو او التحميرا او البابريكا سوف ندمج جميع العناصر مع بعضيتها يعني احتكت ندمج نيندك الزبدة مع الجبن مع التوابل و باقي المكونات من بعد غدا نضيف جوج ديال الكؤوس من الزيت النباتية طبعا الكاس ديال القياس هو الكاس ديال الشاي المغربي او الكاس ديال العنباء لكيوزن 150-160 ميلي نتر كان دمج مزيان ديال الزيت مع الزبدة و باقي المكونات يعني احتكت نساج من نيناء مزيان و من بعد غدا نضيف لها جوج ديال الكؤوس من الحليب و كذلك جوج ديال الكؤوس من الماء اللي يكون بحرارة ديال المطبخ و حتى الحليب تهوي يكون بحرارة ديال المطبخ بالنسبة للحليب فيعطينا ذيك الهشاشة للمملاحات ديالنا ما تيجيش فيهم ذيك تقرميشة و ما تيجيش قاسحين يعني ذوك المملاحات اللي تيجو قاسحين تيجوها كهشاش و مقرمشين في نفس الوقت بالنسبة لما نضيفه الماء و الحليب فرها لا يتخلط مع المكونات يعني الماء و الزيت لا يستجموش يعني غير كتخلطوها كشوية و من بعد كتبدو كتضيفه الدقيق طبعا دقيق كنضيفه شوية بشوية انا تقريبا كدخليها واحد الكيلو ونص حتى الكيلو سبعمائة كيلو ستميان مهم من كيلو ونص الفوق ولكن تيبقى على حساب الجودة ديال الدقيق واش كيشرب او ما كيشربش المهم ضروري تضيفه شوية بشوية في الاخير كنحصلوه على جينها اللي كتكون متماسكة و ارتبة في نفس الوقت ما كتكونش كتل استقلينا بيدينا و في نفس الوقت يعني ما تكونش قاسحة تكون هذا هو القوام ديالها مباشرة غدنمرو باش نقسمو العجينة ديالنا و في هذه المرحلة ديال التقسيم فهي جد جد مهمة حد في الاول انا فاش كنت خدمت الطلبية ديال المالح فاش ساليت و عبرت للسيداء و خرجت لكوموند فتيبقى لي من كل شكل تيبقى لي هكاك 50 جرام متل من مشكل ديال الزعتر 50 جرام من ديال البيتزا 100 جرام من ديال اللوز يعني هكا تيبقى للضايع يعني كان غير شكل واحد يعطيني نسكيلو يعني هكا غدين ربعة فرابعة فرابعة فهمتو كيفاش؟ لذلك في المرحلة ديال التقسيم للعجينة درت لها حسابات و حسابات و عرفت بكل شكل شكل شحال كيوزن ليه فاش كان صايبون شكلون طيبو مثلا شكل ديال شوصون اللي كان دير فست منه الحبة ديال اللوز فاعبرت له اللاجينة درت فيها 500 جرام منين شكلت الموم اللاحة ديالي و طيبتها و ساليتها لقيت انها في الاخير كتعطيني 600 جرام يعني 500 جرام ديال العجينة مع ذاك الكمية ديال اللوز اللي كان ديفوه فايعطي كمية اكتر اعكس مثلا الشكل دياليك خوصون اللي تيكونوا بالزعتر بحكم انني ما ديراش فيهم شي اضافة اللي غادي تقليل العجينة يعني غير الزعتر ما فيه شي حاجه فمنين وزنت العجينة فيها 500 جرام زد عليها الكمية ديال الزعتر مع القا كبيرة للزعتر هكاك فمنين طيبته و شكلته و ساليته و اوزنته تتخرج لي ديك 500 جرام اوزنته تتخرج تقريبا ديك 350 جرام ما كاملا شربعمية كرام يعني هكاك اوزنته تقريبا ديك 250 جرام يعني هكاك شيطه و هذا يعني تيكون شوية ديال ضايع لذلك فشنو درت مثلا الشكل اللي كي يخرج لي اكتر من 500 جرام كان ناخد نقسم اللي عجينة و كان نزيدها للزعتر مثلا شكل ديال الشوصون اللي كان دير فيه اللوز يعني في 500 جرام نقسم النواد ندير في العجينة غير 400 جرام و ديك 100 جرام سنزيدها لشكل ديال الزعتر غير فيها 600 جرام هكا ما تيكون شوية ديال يعني غير العجينة واحدة خرجت لك نسكيله من كل شكل تقريبا نقدر نقوله فهكا ما تيكون شوية ديال تقدروا نستفدوه في طلبية اخرى نتمنى اني نكون يعني وصلت هاد النقطة هادي وتكون مفهومة باش هكا منتومن تكونوا كتتقسموا العجينة ديالكم تعرفوا تديروا القياس كيفاش يعني الحاجة اللي كتكون خفيفة نقدروا نكتروا فيها العجينة يعني تكون بكمية اكتر من الحاجة اللي كنزيدوا فيها اضافات مثلا بحل زيتو الاسواد بحل اللوز يعني هكا هادوك تيوزنوا اكتر مهم طبعا لاي استفسار فخليوا ليفت التعليقات واكيد غادية هاد النقطة هادي فاكتر ايا الناس اللي كيخدموا لي كوموند او الطلبية باش هكا ما تيبقاش طايع انا في الوقت قلت لكم خدمت يعني خرج الطلبية اللولى والطلبية الثانية دائما تيبقى ديال من كل شكل شوية شوية يعني خصني نعاود ندير عجينة واحد اخرى يعني تقدر السيدات تكون طلبة ليا غير نسكيلو يعني مثلا رابعة من هات شكل وربعة من هات شكل يعني بغاتية هي نسكيلو فاكا نضطر ان نعجن وخغير نصف عجنة باش نكمل هذا كنسكيلو يعني عكس الى في عجنة واحدة خرجت من واحد جوج او ثلاثة ديالشكال خرجت فيه من نسكيلو 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 نتمنى نكون وصلتها مزيان ومفهوما مهم انتم غادي تشوفوا معايا باقي الاشكال والتحضيرات ونزيد نفسرها اكتر بسم الله بنسبة الشكل الاول غادي يكون عبارة على الشوصون اللي معمري باللوز الى لاحظة هنا فالكمية ديالعجين ناقصة مقارنة مع الاشكال اللي غادي نخدم من بعد بالنسبة للعجينة نقدر ندر فيها 400 قرام ديال العجين مع الكمية ديال الوز اللي غادي نزيد فيها فرغة تعطيني 500 حتى 550 قرام ديال الوزن ديال هذا الشكل هذا بالنسبة للتنسي ما او باش نكهته درت فيها معلقة صغيرة مع مراش ديال التحميرة مع معلقة صغيرة ديال الهريسة تقدروا تعودوها بالسودانية غير هي تكون مطحونة مزيان في السرية باش هكو ما تخسر اليكم ش المنظر يعني في شكل ديال مملاحه وكدلي مين كتلقوها أو كترشموها فأي لا تقطع معاكم مهم أن تستعملت السلصه الحاره او الهريسة المهم لي كان متوفر عندكم أكدرنا سافي دمجة مزيان ديال العجينة مع التحميرة والهريسة وفوق سطح العمل نرع حوض للمسا قينا بدا كنت لقني العجينة ديالنا يكون طبعا سمك ديالها عرقق مزيان لنبدأ لنبدأ الحبات اللوز نكتفي بهذا القدر هذا ميناء التمديد هنا انا طلقت غير الجهة الامامية واللي الفوق ما زال شوية سمي كان مهم سنبدأ وانا نطلع وانا نرقق العجينة اكثر نأخذ كمية اللوز بالنسبة لنا اللوز فره ما محمر متى شيء خضر نحن نسحه ونضوزه بشكل مبلل لنحيضه منه الغبار نبدأ نستفع الحبات اللوز فوق العجينة استعملت اللوز الرومي لكي يأتي الشكل المملحات وكيف تعرفين هنا الحاجة لتكون صغيرة يأتي الشكل راقي وشميل طويت على ذوك الحبات اللوز العجينة ونبدأ هكا نضغط عليهم من الجوانب وحتى من الفوق لكي يأخذ الشكل اللوزة نأخذ واحد المرشم أنا استعملت هذا المرشم هذا على شكل دمعة او على شكل اللوزة اللي هو كنخدم به تشكل تاني هو كنبدأ كنقطع او غير قطعة دائرية كتقطعه يعني يعني ذاك الجنية من الفوق لكي يعطيكم هكا نصف دائرة إلى شكل حباء ديال العجين ما كانتش مسدودة ولا شي حاجة كتعاودوا غير كتضغط عليها بشوية ونبدأ هكا تلصق العجينة مع بعضها البعض نحاود ندير معكم مرة أخرى كنستفى هكا واحد لكمية ديال الحبات اللوز كنطوع عليهم العجينة كنضغط مزيان بين كل حبة وحبة باش هكا كيخرج ذاك الهواء اللي تيكون الداخل والعجينة يعني كتاخد الشكل ديال الحبة ديال اللوز سوف نبدأ كننقطع هكا العجينة ديالنا بأي مرشم كنتوفر عندكم مرشم دائري يعني هدارها متوفر في أي بيت سوف نبقى مستمرة بنفس الطريقة حتى نكمل العجينة ديالي كاملة فبالنسبة لهاد الزوائد اللي كنحيدوا فكنخليهم جانبا كيرتاحوا وكنعاود نطلقهم للمرة التهنية وكنبدتهما كنعمرهم وكنشكلهم سوفينا بعدما كملت العجينة ديالي كاملة فغدي ندهان هدلي شوصون هدو من الفوق عندي هنا واحد البيضة اللي قدرت معها شوية ديال السوجة باش هكا كتحيد في هذيك يعني الريحة ديال البيض وكتعطينا حتى مضاق للمملحة ديالنا كندهان كواحد دهنة خفيفة وهي اختيارية المهم بغيتوا دهنهم دهنهم وتجدرهم الدهنهم ماشي مشكل تقدروا ترشع لهم شوية ديال الجبن مهم لكم الاختيار انا كندهانهم وكنعاود نرشع لهم من الفوق هكا شوية ديال السانوج او كترشع لهم شوية ديال البافو او اي حبوب كان عندكم او تقدروا غير الدهنهم وتخليهم هكا كاك يعني تهمارهم كيجيو محمرين ومدهبين من الفوق سوف نبقى مستمر هكا ندهلمهم لحد ديال كامن كنزينهم بدك السانوج ونخليها جانبا حتى نكمل الشكل الثاني عاديك ساعة ندخلهم اي طيبو انا دائما في الطياب يعني كنطيب هكا جوج 3 ديال شكل دقة واحدة مشي كنطيب واحد بواحد باش هكا الفرن ما كيضيع شو بوطة ما كتضيعش يعني تنحيد لي واحد 3 ديال شكل هذيك ساعة نبدأ كنطيب نمروا الان تحضير الشكل الثاني بنسبة الشكل الثاني غاديكون عبارة على شكل ديال اللوزا وهنا العجينة غادي نسمها بالتوابل ديال السمك مهم هنا يتتبيلات وهذا فرط يبقى على حسب الدق ديالكم تقدرو تخليوها بديك الماضاق يعني لاباز ديال العجينة رحنا نسميها بالموتاقد بالتوابل ديال بجاج المهم انه غير كل شكل حاولت اني نخرج منه واحد نكهة معينة هنا درت التوابل ديال السمك ندمج مزيان لعجينة ديال اللي بديك التوابل وغادي نبدأ كنشكلها نفس الشيء فحنا كنتلقوا العجينة ديالنا فوق سطح العمل دائما مع الاستعانة بالدقيق كنرشو مرة مرة كشوية ديال دقيق كنتلقوا العجينة ديالنا تكون رقيقة يعني فرها كتجيه شيشة يعني وخات رققوها ما تخافوش انها تجيه مقاصحة أو شي حاجة كتجيه مقرمشة وهشيشة في نفس الوقت سفينا بعد مما اطلقت العجينة ديالي امسيان فغادي نرشمها بهذا القطعة هادي على شكل لوزة او على شكل الدمعة بهذا الشكل هذا يعني بينسبة المرشم فاره ماشي صغي وارقاع وفي نفس الوقت ماشي كبير يعني الحجم دياله يعني بالحجم ديال الحبه ديال لوزة البلدي يعني ذاك اللوز البلدي يكون الحجم دياله كبير وهذاك الحجم ديال المرشم ديالنا سوف نستمر بنفس الطريقة حتى نكمل العجينة ديالي كاملة بعد ما اكملت العجينة ديالي كاملة درتها كافصينية ديالفورن دائما بنفس الخاليات اللي دهننا به الشوصون ديالنا بيضا اللي فيها شوية ديال السلصة ديال السوجة ندهن هكا دوك الحبات ديال العجين ديالنا من بعد غادي نديلهم نصف حبه ديال اللوز باش كنزينوهم من الفوق بالنسبة هنا واحد نصيحة إلا بغتو تقطعوا اللوز هكا وما يجيكمش في ذاك الكوصور او يبقيت فرتت ليكم وانتوما كتقطعوا هكا ما يضيع الكومش فكتاخدوا كلمية ديال اللوز كترطبوه كتخليوا تقريبا ديك الساعة كمرطب في الماء ما بارد يعني ماشي ما سخون ولا شي حاجة كتخلي واحدك يرتاب وعديك الساعة كتكونوا غالسين يعني ما كتديروا لتشي حاجة وكتاخدوه وكتصفيوه وكتبدو كتقطعوها كالحبه ديال اللوز يعني بالنسبة هنا اللوز اللي استعملت هذا شوية كبير يعني عكس اللي استعملت سوف نستمر بنفس الطريقة ندهن كمية العجين ندير فوق من نصحب اللوز حتى نكمل العجينة كاملة هنا بعد دهنت العجينة كاملة وزينتها نصحب اللوز سوف ندهن اللوزة من فوق الخليط البيض مع السلسة من نفس الوقت من نفس الوقت من نفس الوقت تأتي من نفس الوقت حتى ندهن مباشرة سوف ندخل المملاحة للفرن سواء او كذلك النار تكون مهيلة يعني شعلت عليهم من تحت ومن فوق على نار تكون هادئة بالنسبة الشكل سوف نحضب على خطرهم حتى اللوزة تطيب من داخل العجينة تأخذها في الطياب وطيب من داخل سوف نخرج مهم لما ترقب مرة ونحضب على خطرهم بالنسبة الشكل الثالث سوف نستطيع الجبن ومنسى الجبن الجبن بالنسبة العجينة تقريبا 600 غرام عجين 80-100 غرام الجبن الأحمر جبن مبشور كمية الجبن على حسب الضغط ندمج جبن مع العجينة ونطلق العجينة في سطح العمل دائما مع الاستعانة بالدقيق ونطلقها تكون عجينة العجينة دائرية مهم استعملت هذه تحضير الشوصون كبيرة مهم لكي تسهل علي الخدمة في الأول نقطع العجينة على شكل دوائر نكمل العجينة كاملة بالقطاع وبنسبة الزوائر ونطلق ونشكل منهم دوائر بعد نشكل دوائر من العجين نأخذ الدائرة الأولى نأخذ دوائر أو باي سكين ونقسم الدائرة إلى نصف ونقسم ونقسم ربع نقسم إلى نصف لذلك في الدائرة يعطيني ثمانية المثلات على هذا الشكل نزول هذا من فق سطح العمل ونقسم دوائر العجين ونقسم ثقوب ونقسم الدائرة على ثمانية نقسم مهم هذا المهم ستعدون فيهم شوية الخدمة ولكن شكل راقي وزوين وإلداد بالسافية يعني أكيد إلى درتهم مرة اللولة وأدوهم من عندكم الناس أكيد سيبقوا يطلبوهم لكم دائما مرة وجوج وثلاثة إن شاء الله بعدما كملتها نقف الصينية الفرن نخليها جانبا ونحضروا الشكل الرابع لكي نطيبو الأشكال بجوجهم دقة وحدة أو تقدروا حتى تكملوا كل شيء في خطرة عادة اللي غادي تدهني واللي غادي تزيني وعادة ساعة كتطيبوا كل شيء دقة وحدة بالنسبة له ديال الجبن تقدروا من الفوق ترشو عليهم شوية ديال الجبن أو ترشو عليهم شوية ديال البودرة ديال البصل أو تدروها في العجين مع الجبن المهم تنعطيكم أفكار وطبعا تبقى هذا الشيء على حسب دق ديالكم وعلى حسب اللي متوفر عندكم بالنسبة لشكل الرابع عندي هنا غادي نديروا الحشوة ديالو بلطا بوناد أو المعجون ديال زيته الأسود خضيت هنا كمية ديال زيته الأسود ضفت معاه شوية ديال بودرة ديال التوم شوية ديال زاتر شوية ديال كامون وشوية ديال التوم بودرة وكنتحن الكل معه شوية ديال السودانية أو الهريسة المهم هاد الإضافات باش كي نسمو لنا للحشو نفس الشيء اطلقت العجينة ديالي تكون أرقيقة فوقت طح العمل وهنايا غادي نستعن بهاد المسترة هدي مسترة ورقية باش هكا تنعبر بها وبهاد المسترة اللي غادي نخدم بها لك خواسة تقدروا تديروا مسترة العادية مهم غير باش تيجي دك الشي مقاد و يعني تيجيوا نفس الحجم ونفس الشكل فإلا لاحظوا فاش كنحطها كالمسترة يعني كنديرها جوج ديال المرات ماشي كنحطها كنقسم يعني كنناخد جوج ديال القياسات من المسترة سوف هنا كننشكلها كأشريطة من العجين تيالي ومن بعد دينا اخذ ديك المعجون ديال زيته الاسود كندهنو بغير نصف ديال الشاريط كامل من بعد كنطبيو الشاريط ديالنا الى نصفان وكان بدأ يعني كننضغط مزدين باش يعني كتبتلينا العجينة مع بعضياتها وكان بدأ كان نقطع هكا بالقطعة أو كتقطعو بسكي المهم اللي بغيتو بعد ما كان قطعو العجين ديالنا كان ناخدوه وكان بدأ وكان نلويو هكا جوج ديال الدورات باش كي يعطينا هات الشكل هادا ديال لوكلي باقي تغولي على شكل هكا تيجيو ملوي تيجيو شكل ديالهم راقي وجوين تقدرو في بلاسة الحشو ديال زيتو الاسود تدرو تهنو هكا بابيض البيض ترشو شوية ديال المعدنوس او احشاب من السما تقدرو متلا ترشو بالمورتاديلة يعني الكاشير مهم الحشو هنا تيبقى على حساب الدوق ديالكم سوف نبقى مستمراء بنفس الطريقة حتى نكمل تشكيل ديال العجينة ديالي كاملة درتها هكا في الصينية ديال الفور نفس الشيء سوف ندخل الاشكال ديالي بجوجهم الفران النار تكون هادئة نخليهم يطيبوا على خطرهم باش هكا تطيبوا لحتى من الداخل وتيجيونا مقرمشين وهشاش في نفس الوقت وكي يبقوا هكا محافظة عديك القرمشة ديالهم مدة طويلة سوف نحبس الفيديو ديالنا هنا يعني اصلا نرى الفيديو طويل بساف سوف يبقى وجوج ديال الاشكال وشكل ديالي كخواصة اللي بزعتر مع شكل ديال البيتزا بالنسبة للبيتزا فرح طلقت العجينة قطعتها بشكل دائري دهنتها بسلصة ديال البيتزا رشت عليها شوية ديال جبن ودرت فيها واحد شوية ديال زيت والاسود مهم الطريقة تحضير ديالهم راه سهلة لكن ضروري ما غادي نتشارك معاكم طريقة هكا بمصورة وندخل معاهم واحد جوج او ثلاثة ديال الاشكال مغايرين المهم العجينة الاساسية راح شركتها معاكم عجينة اللي كتجي رائعة شيشة ومقرمشة في نفس الوقت بالنسبة اللي انتو ما حضرتوا هاد الاشكال هادو بخمسة فرح قطرت تعطيكم حتال جوج كيلو جوج كيلو ونص ديال هاد المملاحات المهم على الحساب حيث مخلطين يعني شي تيغطي على شي في الوزن بالنسبة التمن ديال البيع ديالهم هو 8 درهم خصوصا يعني لكانوا هكا الناس بغوهم خلطين باللوز وكيف شتوا يعني فيهم تمارا فيهم واحد المجهود كيشدوا اليد يشدوا الوقت والطيب ديالهم يعني خصوم يطيبوا على خطرهم ف 8 درهم هذا هو 8 ديالهم صراحة يعني لا ضير ولا ضيرار وكان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم اتمنى انه يكون عجبكم تكونوا استفتروا معي فيه ولو بالقليل في انتظار اقتراحتكم وارعاكم وكذلك الدعم اتشجاعت ديالكم بعني انقلكم واركس تحاول راحة والسلام عليكم اشتركوا في القناة